كل شيء يرتبط بالقرآن يصبح عظيم جبريل عليه السلام نزل بالقرآن فأصبح سيد الملائكة وسمي بالروح الأمين و محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن فأصبح سيد الأولين والآخرين و أفضل المرسلين القرآن نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت خير الأمم و نزل في رمضان و نزل في رمضان فأصبح سيد الشهور و نزل في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي و والله الذي لا إله إلاه أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خير الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن و علمه و إذا نزل القرآن في حياتك و في يومك أصبح هذا اليوم أفضل يوم و خير أيامك الذي يكون مع القرآن الكريم